موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أبناء طلب الطلبات الصف الأول فاني تركيباتك عربية أهلا وسهلا بيكو في بيتنا مدرسة والنهاردة إن شاء الله هنكمل سلسلة حلقاتنا في الدواري الكهربية والإلكترونية تعرضنا في الحلقات السابقة عن حاجات مهمة جدا زي الأمن والسلام والصحة المهنية نشتغلنا بكتير قوي عن تعريفات مهمة في الكهرباء هتقابلنا اللي هو الفولت الطيار الأمبير الشحنة بنقيس ده كله بإيه فيه وحدة بقى عندنا نزلنا فيها الحلقة اللي فاتت وهي دواري الكهربية ودي بتتكلم بها عن حاجات تعتبر صميم شغلنا يعني إحنا الأول بنينا كده حاجة اسمها السيفتي والأمن والسلامة والصحة المهنية لو أنا شغال في مكان معين إيه المطلوب مني أعمله لو أنا مثلا وقف في مكان مرتفع إيه المطلوب مني أكون مرتديه وليابسه السيفتي إم تلبسه كامل إم تلبس السيفتي يساعدني على الحركة ما يعوقش حرقتي كل ده تعرضنا في حلقات سابقة عنه وتكلمنا عنه تقريبا اكتزنا فيه قوي قوي واشتغلنا في المدرسة الحاجات دي وشفناها بعينينا وأنواع طفايات الحريق واشتغلنا على الطفايات وإن إم تستخدم الميا إم تستخدم الساني أوسيد الكربون فيه طفايات خاصة بالحريق الكهرباء وهكذا النهار ده بقى إن شاء الله هنتكلم في حاجة مهمة جدا اللي هي دوائر الطيار المتردد الطيار المتردد اللي احنا شغالين عليه ده هو يعتبر من أهم الأجزاء اللي هنشتغلها في سنة أولى كتأسيس لنا أولاد بمعنى إيه؟ يعني إحنا في سنة أولى بندرس أساسيات هندسة كهربية بندرس أساسيات شغلنا في الكهرباء إيه؟ لو أنا دلوقتي عايز أعرف يعني طيار إحنا لو تفتكروا في الحلقة اللي فاتت اشتغلنا على الدارة الكهربية قلنا ما صار مغلق لمرور الطيار الكهربية بتتكون من منبع من حمل من أسلاك من أحمال اللي يهمني هنا المنابع زي ما قلنا إن فيه منبع طيار متغير وفيه منبع تاني اسمه منبع طيار مستمر وبناء على ذلك منابع الطيار المستمرة كلنا عارفينها اللي هي البطارية الحجر الجاف اللي هي التقاط اللي هي بنبقى مستمرة سبتة القيمة والاتجاه نقدر نتكلم على طيار متغير متغير القيمة والاتجاه اللي احنا بنشوفه في البيت عندنا بنشوفه في المدرسة بنشوف الشارع بنشوف الحي بنشوفه في كل المناطق اللي حوالينا الطيار المتردد اللي هو عندنا في البيت ده هو يسمى طيارا مترددا أو طيار متغير والطيار المتغير سمناها كده ليه عشان بيتغير القيمة والاتجاه ده كده كان بسرعة كده اللي خدناه في حلقاتنا السابقة الطيار المتردد بقى محور شغلنا للفترة اللي جاية كلها الغط ان شاء الله لما ننتهي من هذه الوحدة ونخش على وحدة اجهزة القياس هاي بولي اتنين مشين معنا بالتوازي يعني حلقة كده وحلقة كده علشان المنهج بتاعنا ان شاء الله يتغطى قبل نهاية التير طيب الطيار المتردد ايه نعرفه منين ده بقى ده جي منين الطيار المتردد ده عندنا حد كده شاطر جدا في القرابة زمان كان اسمه فرضاي ده كان عالم جاب قطب شمالي وقطب جنوبي او ساحة مغناطيسية وحط فيها الملف اكتشف ان الملف لما بتحط في وسط ساحة مغناطيسية بيستنتج في هذا الملف قوة دفعة كهربية ومن هنا جات فكرة توليد الكهربة او توليد الطيار المتردد الطيارات بالكامل الوقت طيال المتردد بتاعنا ده وديت وسيلة من وسائل التوليد بتاعته ان انا اجيب مجال مغناطيسي وحط مع المجال المغناطيسي موصل ودي له حركة بيستنتك في هذا الموصل قوة دفعة كهربية وكاما الموجة بتاعتنا يا أولاد بتبقى عاملة زي راس من قلبي كده لها كرفات الكرف ده بيبقى في الطب قوي بيسموها القيمة العظمى وفيه قيمة متوسطة وفيه قيمة عندنا اسمها القيمة الفعالة وفيه قيمة متوسطة وده تقريبا غطناه في الحلقة اللي فاتت واللي قبلها الطيال المتردد بقى تعالوا لنشتغل النهاردة جي منين وبيتعمل ازاي والموجة اللي احنا خدناها قبل كده ورسمناها كده جات منين وترسمت ازاي وهل كل زاوية لها موجة معينة اه طبعا يا مستر كل زاوية لها موجة معينة او كل ترتيب موجة وهو طلع كده من اول الزيرو لغاية لما تنتاع عند تلتمائة وستين وليه تلتمائة وستين لان الموجة بتاعتنا على شكل دايرة يعني ايه شكل دايرة يا مستر احنا ما بيجي نولد مجال مغناطيسي بيبقى الشكل بتاع الاقطاب عامل دايرة والدايرة لما اخدناها في الرياضة زمان مع المستر قال لي تلتمائة وستين درجة فبالتالي انا عندي التأسيمة بتاعتي فيه من زيرو المئة وثمانين ده في الموجة ومن مئة وثمانين لتلتمائة وستين ده في السالب والقهرباء بتاعتنا اللي هي المترددة ديت عشان تتولد لازم يكون عندنا مجال مغناطيسي وعندنا موصل اللي هو حتة السلك اللي احنا بنسميه كده بالبلد الكهرباء هتعد فيه هتستنتك فيه قوة دفع كهربية واللي قال لنا القاعدة ديت معروفة جدا قاعدة فرضاي اللي هي بتقول لي اذا قطع موصل ساحة مغناطيسية فانه يستنتك في هذا الموصل قوة دفع كهربية فقابلني لفظ كده اسمه الموجة الجايبية فهناخد بقى النهاردة الموجة الجايبية وبتتولد ازاي ونطلع ببعض المعادلات الرياضية اللي بتسعيدني ان انا اولد كهرباء او اولد قوة دفع كهربية برموز لها بالرمز EMF او القاف ده الكاف وبعد كده بقى هنخش في دسم المادة بتاعتنا من قوانينها ونظرياتها وازاي بنشتغل على الطائل المتردد تعالوا كده بينا نشوف تعريف الموجة الجايبية ايه ونعرض مع بعضنا كده فيلم صغير بيقول لي الكهرباء بتيجي منين وبتتولد ازاي تعالوا كده نشوف عندنا اول حاجة توليد الموجة الجايبية بيقول لي يمكن استنتاج الطيار المتردد من خلال وضع موصل بين قطبية مع ناطيس بقى انا هجيب ايه بقى هجيب موصل وحط وسط قطبية مع ناطيس كهربي فينتج عنه دوران الموصل فيولد طيار متردد نتيجة القطع المتبادل بينهما وينتج عن ذلك توليد الموجة الجايبية اللي هي القوة الدفعة الكهربية وده لما قلت في بداية الحلقة ان انا عشان اولد كهرباء او اولد مجال مغناطيسي او اولد طيار متردد اعمل ايه اجيب قطبية مغناطيس وحط في النص كده موصل استنتاجا كده زي ما فرضاي قال لنا اذا قطع موصل ساحة مغناطيسية فانه يستنتج في هذا الموصل قوة دفعة كهربية بتكون اكبر ما يمكن يا ولاد عند زاوية قطع 90 تعالوا بقى نشوف مع بعضنا الفيلم الصغير ده هو هو بيحكي لنا هنا الكهرباء بتاعتنا بتتولد ازاي وتعالوا نشوف المؤشر بتاعنا بيتحرك ازاي ده الملف بتحرك هو توسط مجال مغناطيسي اللي هو قطب الشمالي والقطب الجنوبي فالفيد بيتغير نتيجة تغيير وضع الاسلاك ده الجليفانوميتر هو بيقيس طياري بقى الطيارة عدة هوت ففيه قوة دفعة كهربية انشئت نتيجة ان انا عندي قطب شمالي وقطب جنوبي وفيه موصل بيلف حواليهم هوت فكل ما الموصل ده بيلف بيستنتج فيه قوة دفعة كهربية بيكون مستنتجة على اطرافه وده بيسموه الطيار المتردد او المتناوب وسميناه طيار المتردد ليه اولاد لانه بيبقى عندنا طيار متغير القيم والاتجاه ده اول حاجة عايزين نعرف تعالوا بقى نشوف اتجاهات الطيار المتردد اول اتجاه عندنا ده لما يكون الوضع بتاعي ايه بقى موازي ولا عمودي برافو يا ولاد القوة الدفعة الكهربية هنا الملف عندنا هنا بيمر طيار في اتجاهين نصف موجب والنصف التاني سالب وكل نصف من دول ليه بعض الدرجات او بعض الزوايا اللي بيمشي فيه يعني الوضع ايه بي سي ده ده عبارة عن ملف محطوط وسط مجال مغناطيسي الملف ده كل ما بيتحرك بحركة شايفين اليد اللي وردية دي اللي بتحرك الملف فكل ما بيتحرك بيستنتج ايه مجال مغناطيسي اتجاه طيار اتجاه حركة وده اتجاه القوة الدفعة الكهربية بتاعتنا اللي انشأت في الملف نتيجة اطعو او نتيجة ان الملف ده محطوط وسط مجال مغناطيسي هنا بقى الكهرباء بتتولدها فبتتنقل من نقطة ايه وراحة لنقطة بي ومن نقطة بي بتروح لسي ومن سي تروح لدي ودي بيسموها اتجاهات الطيار داخل الالة بتاعتنا وده ابسط مثال كده اولاد للمولد الكهرابي اللي بيستنتك فيه قوة دفعة كهربية عندنا تعالوا بقى نشوف مع بعضنا شكل الموجة الجيبية بتاعتنا بتتم ازاي هنا الوضع الاولاني خالص ان هنا القوة الدفعة الكهربية او الملف هنا بيكون عمودي او في وضع اللي هو السي والبي والدي ده بيكون وضع عمودي ودي تعتبر من اهم النقطة اللي عندنا في تشغيل القوة الدفعة الكهربية ده هو الوضع ده بيسموه الوضع العمودي او الوضع المواز هنا مفيش تغيير في الفضل معنطيسي لان زاوية القطع هنا بصفر فهنا بالتالي مش هيولد كهرباء تعالوا بقى نلاحظ مع بعضنا شكل الموجة بصوا بقى عليكم اليمين كده دي القوة الدفعة الكهربية يا شايفين الملحنة بتاعي كل ما الملف بيدور كل ما الموجة بتطلع كل ما الملف بيدور كل ما الموجة بتطلع فبالتالي فيه هنا زمن وفيه هنا قوة دفعة كهربية هنا المولد بتاعي عمل خط هنا بيسموه عمودي عليه يعني عمل زاوية 90 درجة فبتلاقوا فوقه هنا اولاد زي ما انتم شايفين كده بالمؤشر هنا بنلاقي هنا القوة الدفعة الكهربية في اعلى قيمة نتيجة ان الملف ده هوت محطوط عامل زاوية كام 90 درجة بعد كده بيتحرك في الاتجاه الثاني هوت هينزل لغاية ال180 اللي يأتي على 2 بعد كده هينزل في الاتجاه السالب وده شكل الموجة الجايبية بتاعتنا اللي بتستنتج نتيجة ان الطيار متغير القيمة ومتغير الاتجاه وكلمة متغير القيمة يعني اخذ منه القيم اللي انا عايزها ارفعه زا ماي ما انا عايز اخفضه برضو بالطريقة اللي انا عايزها امشي في الموجة امشي في السالب ده بتاعي انا وبتاعي شغلي انا عشان كده الفيلم ده يعتبر من الافلام المهمة جدا بيعلمنا ازاي نولد قوة دفعة كهربية والقوة الدفعة الكهربية ده هي بيكون مستنتاجة نتيجة مجال مغناطيسي وملف وحركة فالملف لما بتحرك بيتولد مجال مغناطيسي بيطلع لشكل الموجة الجايبية اللي احنا شايفينها حالا دلوقتي على الشاشة قدامنا ودي موجة بتبدأ من الصف وتنتاهي عند التلتمية وستين تعالوا بقى كده نستعرض شكل الموجة الجايبية بتاعتنا ده الموجة بتاعتنا اللي احنا خدناها من شوية كل ما الملف بيتحرك بيعمل زاوية بيتحرك بيعمل زاوية لغاية لما بيصل للطب او كمة المنحنة بتاعي دهوت عند زاوية قطع باي على اتنين يعني تسعين درجة حيصو باي هنا بمية وتمانين فلما نقسم مية وتمانين على اتنين بيديني تسعين درجة ايه بقى الجزء هنا اللي عايزين نطلع به نطلع من هنا ان الموجة الجايبية مجموعة قيم عظمة وقيم صغرى الجهد والطيار بيمر بيها فلما بيمر بيها الجهد والطيار بيديني المنحنة اللي احنا شايفينه دهوت اللي هو الطيار المتردد او المتناوب او الطيار المتغير اللي موجود عندنا في البيت وزا ما قلت لكم بيلف تلتمية وستين درجة لانه بيلف جوا دايرة والدائرة جميع زاويةها تلتمية وستين درجة اللي هي الزاوية الداخلية للدائرة اللي احنا درسناها في مادة الهندسة تعالوا بقى بينا كده نستعر الجزء تاني في بعض التعريفات اللي هتقابلنا عندنا حاجة اسمها التردد التردد لما بجع الراف اقول هو عدد الزبزبات او الموجات في الثانية الواحدة ويرمز له بالرمز اف يبقى التردد جاء من كلمة الفريقونسي والتردد ده يعني عدد الزبزبات او الموجات في الثانية الواحدة وهنا حتة مهمة جدا يا أولاد إن إحنا عندنا الطيار المتردد بتاعنا بيكون طيار متغير القيمة والاتجاه يعني مست الطيار ده هو بيكون في زبزبات أو موجات أو ترددات لكن إحنا عندنا الطيار المستمر اللي عن نقيد ما بيكونش فيه لتردد والتردد بتاعه بيساوي زيره عشان كده الطيار المستمر مقدرش أرفعه القيم كبيرة ومقدرش أخفضه القيم صغيرة يعنيه الكلام ده يا مستر المحاول كفكرة اللي هناخده إن شاء الله بإذن الله في سنة تانية مستو بيشتغل على الطيار المتغير بس ما ينفعش يشتغل على الطيار المستمر لأن الطيار المستمر من المنحانات اللي احنا خدناها قبل كده إنه طيار سابت القيمة والاتجاه فبالتالي الطيار المتردد بيتميز عن الطيار المستمر إن الطيار المتردد فيه فريكوانسي يعني فيه تردد يعني تردد يا مستر عدد الزبزبات أو الموجات اللي هتتعامل في الثانية الوحدة اللي هي الموجة اللي شفناها من شوية كده كان موجة كل ثانية والتردد ده ثابت القيمة هنا عندنا في جمهورية مصر العربية بيبقى خمسين زبزبة في بعض الدول بيبقى ستين زبزبة على الثانية لكن هو أعظم أو معظم الدول بتبقى خمسين زبزبة على الثانية والتردد ده مهم جدا 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 في تشغيل الإلالة الكهربية بمعنى إيه؟ عندنا المولدات أو المحركات أيا كان بتشغيلها إيه؟ مثال صغير كده زي المطور بتاع الغسالة اللي عندنا في البيت المطور ده ممكن أخلي سرعته عالية قوي لو أنا زودت التردد طب ما أنت قلت لنا يا مستر من شوية أن أنا ما ينفعش ألعب في التردد ده لأن التردد ده أصلا قيمة سابتة يعني ما بقى يشتغل كده على جهاز أو أشتري مثلا اللاب أو أشتري شاشة أو أشتري أي جهاز كهرابي بيبقى كتب لي كده عليه تردد خمسين أو ستين زبزبة على الثانية لأن فيه أجهزة ممكن تشتغل هنا في مصر وفيه أجهزة ممكن نفس الجهاز يشتغل في دولة تانية زي السعودية أو زي اليابان لأن الدولتين دول يعتبروا هما الدولتين اللي بتيبقى التردد بتاعهم ستين زبزبة على الثانية فالتردد ده سابت القيمة فأنا لو عندي التلاجة أو أسف الغسالة مثلا وعايز أخلي سرعة المطور بتاعها أعلى أن أنا أزود التردد أو أقلل التردد طب إحنا عندنا سؤال مهم جدا هل التردد ده أقدر أزوده أنا؟ قال لي لا لأن التردد ده بيجي من الشبكة سابت بخمسية لكن بيعملوا حاجة بقى عشان يغيروا ده بيعملوا حاجة اسمها مغيرات التردد ده حاجات كده بتتعمل وإن شاء الله هنستعرضتها أوه في سنة تالتة اللي هي مغيرات التردد وإزاي يغيروا ففيه اختراع طلع كده من سنة 48 أو 47 مع واحد اسمه شوكلي كده معالم كبير في أجبال المواصلات اخترح حاجة اسمها السيروستور أو السنائي المحكوم والسنائي المحكوم اللي هو السيروستور ده بقى بيحل محل مغيرات التردد دلوقتي وهو اللي بيشتغل على إنه يزود التردد أو يقلل التردد بس مش من عندنا من البيت بيقى موجود فين حتة في الشبكات لأنه بيشتغل على حاجة اسمها إن أنا أقلل التردد أو أزود التردد والعلاقة اللي عايزكوا تعرفوها هنا في سنة أولى إن التردد ده مهم جدا عشان يشغل الألات الكهربية ومهم جدا عشان يخلي السرعة تزيد أو تقل ومهم جدا في حياتنا داخل الأجهزة الكهربية عشان كده التردد هو الحاجة بقى اللي موجودة في الطيار المستمر في الموجودة في الطيار المتردد أو المتغير ومش موجودة أولاد في الطيار المستمر يبقى التردد لما نجي نتكلم عليه نقول وعدد الزبزبات أو الدورات أو الموجات في الثانية الواحد وعندنا في مصر تقريبا خمسين زبزب على الثانية أو بيسموها كده خمسين هيرتز لكل سكن تعالوا نشوف حاجة تانية كده برضو في التعريفات المهمة عندنا بيقول إيه الزمن الدوري يعني إيه زمن دوري اللي هو الزمن بالثانية التي تستغرقه الدورة أو الزبزب الواحدة ويرمز له بالرمز تي كابتل لما كنا شايفين من شوية طريقة التوليد بتاعتنا والموجة الجايبية إزاي بتشتغل؟ شفنا كده إن فيه قمة وفيه قمة تانية من القمة للقمة دي بيسموها دورة كاملة يعني بدأ من الزيرو إنت عند الـ 360 دي بيسموها دورة كاملة أو الزمن بقى اللي هيستغرقه الدورة الكاملة ده بيسمى الزمن الدوري وده عكسيا مع التردد يعني إيه؟ يعني التردد بيساوي واحد على T وT بتساوي واحد على F يعني العلاقة بين الزمن الدوري يا ولاد والتردد علاقة عكسية برفو عليكم كل ما الزمن الدوري بيزيد كل ما التردد بيقل والعكسة صحيح لأن فيه قاعدة رياضية بيقول إن T بتساوي واحد على التردد أو الزمن الدوري بيساوي واحد على التردد باللاتين كده T بتساوي واحد على F وديت علاقة بتبقى علاقة عكسية يبقى الزمن بالثانية هو اللي بتستغرقه الدورة أو الزبزبة أو الموجة بسميه زمن دوري وطبعا بيتأس بالثواني وليس دقائق ولا ساعات فيه عندنا بقى تعريف برضو مهم جدا بيقولي القيمة العظمة للجهد أو الطيار يعني القيمة العظمة فاكرين التابة اللي كانت فوق ديت لما كنا بنقول هي القيمة الأعلى أو الماكسمم اللي وصل لها الجهد أو الطيار بيسموا القيمة ديت القيمة العظمة للجهد أو الطيار وهي القيمة التي تكون عندها زاوية القاطع 90 درجة كهربية يعني الملف بتاعي لما يعمل زاوية القاطع 90 بيديني أعلى قيمة للجهد أو الطيار بيسموها الفي ماكس أو الاي ماكس اللي جاي من كلمة ماكسمم اللي هي القيمة العظمة للجهد أو الطيار ودي لما يكون مستوى الملف زي ما قلنا وشوفناها في الفيديو الصغير اللي عرضناه من شوية عموديا على مستوى خطوط المجال المغناطيسي فيه برضو تعريف تاني هيا بني اسمه القيمة المتوسطة للجهد او الطيار يعني هي القيمة المتوسطة اللي هي متوسطة القيم بتاع الجهد او قيم الطيار خلال نصف دورة زمنية واحدة مش احنا قلنا فيه دورة كاملة وفيه نصف دورة وفيه ربع دورة النصف دورة دي هيمر بقيم معينة القيم دي ممكن تكون للجهد ممكن تكون للطيار متوسط القيم دي اولاد بيسموها قيمة متوسطة للجهد والطيار خلال نصف دورة زمنية واحدة طيب تعالوا بقى نشوف حاجة عندنا لذيذة كده اسمها القيمة الفعال ايه القيمة الفعالة قالي لو انا عندي مقاومة والمقاومة دي تشغالة على الطيار المستمر ومر فيها طيار مستمر وقيمة الطيار المستمر دي مثلا معينة يعني مثلا عشر ام عشر خمستاشر يعني قيمة معينة انا اعرف فالمقاومة لما بيمر فيها طيار بتستهلك طاقة حرارية كاي حاجة كده بيعدي فيها طيار بتسخن فبالتالي هتستهلك في المقاومة دي الطاقة حرارية والطاقة الحرارية دي هتستهلك في زمن معين في نفس الزمن لو انا جبت مقاومة ووصلتها بمنبع طيار متردد وسخنت برضو المقاومة هيديني نفس كمية الطاقة الحرارية وفي نفس الطايم او في نفس الزمن هيقول لي هنا ان الطيار المتردد والمستمر متكافئ وليق ما فعال تاني واحدة واحدة انا هجيب مقاومة والمقاومة دي همرر فيها طيار مستمر وهقولي الطيار المستمر ده هو اتعامل لها استهلاك للطاقة الحرارية في زمن وليكن واحد ثاني وهجيب نفس المقاومة او مقاومة تانية بس هوصلها بمنبع طيار متردد برضو هتستهلك فيها مقاومة والمقاومة دي هتستهلك كمية الطاقة الحرارية لو كمية الطاقة الحرارية اللي استهلكت في نفس الزمن ساوت المقاومة اللي كانت هناك في نفس الزمن مع الطيار المستمر بيقولي في الحالة دية ان الطيارين متردد ومستمر متكافئين يعني فيهم او في بينهم قيمة فعال طب القيمة الفعالة دي بقى ازاي بنشتغل عليها وبنحسبها قال للقيمة الفعالة بيرموز لها بالرمز IRMS اختصارا لكلمة root من square اللي هي القيمة المتوسطة للجهد او الطيار بتساوي القيمة العظمة اللي هي IMAX على جزر اتنين يعني تقريبا بتطلع سبعمية وسبعة من الف في IMAX واحدة واحدة كده يا استاذنا عشان يا مستر كده العلاقات الرياضية ديت بنحطها دايما في القهربة ودي تقريبا كده بتقول ايه هو احنا بنشتغل قهربة ولا رياضة ولا فيزياء وهقولها وهفضل اقولها كتير قوي الكهربة وعلم الفيزياء وعلم الرياضة يعتبر تشابكي كده وتراكمي مع بعضه يعني لازم ادرسه باستمرار عشان يتعمل لابضيت لان لازم مخي يشتغل في الكهربة لان انا ابقى واقف مسؤولة عن ناس كتيرة مسؤولة عن شركة مسؤولة عن خط انتاج مسؤولة عن مصنع مسؤولة عن قطاع كامل في البلد فلازم اكون مركز شوية وانا شغال فالرياضة هي الوحيدة اللي بتخلي مخي شغال عشان كده معادلة الاء الروت من سكوير اللي ہے الارمس دي ہے اللي هي القيمة الفعالة لو انت عايزت تحسبها في أي مسألة هتقول للقيمة العظمى للطيار او القيمة العظمى للجهد يقسمها على جهاز الاتنين يطلع النتج مباشرة على طول وقال لي ايه بقى ممكن انا اعمل حاجة تانية اضرب الاي ماكس اللي هي القيمة العظمى للطيار في 707 من الف يديني القيمة الفعالة يبقى القيمة الفعالة فيها قد ايه من القيمة العظمى فيها 707 من ألف وده رقم سابت لانك لما تقسم الاي ماكس على جهاز الاثنين يطلع الناتج 707 من ألف اي ماكس يعني هنا يا مستر هفهم من هنا لو انا عايز احسب الاي روت من سكوير اللي هي القيمة الفعالة للطيار اقسم الجهد للطيار الماكسمم او القيمة العظمى للطيار على جهاز الاثنين او ان انا اضرب الاي ماكس لو امدولي في المعطيات في 707 من ألف على طول يطلع الناتج مباشرة يبقى انا كده جبت القيمة الفعالة المنوب بيها السؤال بتاع الامتحان او السؤال بتاع الوحدة بتاعتها هنا بيقول لي بقى احسب القيمتين الفعالة والمتوسطة لجهد متردد قيمته العظمى هنا بقى مديني القيمة العظمى 311 و 318 فولت طب افترضنا في المعطيات يا مستر ما ادنيش القيمة العظمى عشان تجيب القيمة العظمى سوى كاتل الجهد او للطيار اضرب جهد المصدر في جهاز الاثنين او التاني لو انا عايز احسب القيمة العظمى وهو هنا في الامتحان مش مدهالي والدني في المعطيات جهد مصدر عندنا قاعدة بتقول لي ايه جهد المصدر اللي هو الوحد في اس باضربه في جزر اثنين يطلع الناتج قيمة عظمى هنا الرجل ادهالي مباشرة فقال لي احسب القيمتين الفعالة والمتوسطة لجهد متردد قيمته 311 و 13100 فولت تعالوا بقى نشوف حلهانا ازاي قال لي بما انه ال V max اللي هو مدهالي في المعطيات بتلتمية و 11 و 138 فولت وعند ال V root من سكوير اللي هي القيمة الفعالة بتساوي ايه بتساوي ال V max على جزر اثنين فبالتالي هضرب ال V max اللي هو ال 311 لما اقسمهم على جزر اثنين هيدين 220 فولت اول تاني ال V root من سكوير بتساوي ال V max على جزر اثنين او 707 من الف في ال V max هنا الراجل عمل ايه خد الحتة الاولانية اسم الجهد العظيم او القيمة العظمى للجهد اللي هي ال 311 و 13 من 100 لما اقسمهم على جزر اثنين طلع الناتج 220 فولت وده المطلوب اثبات طب لو عايز بقى القيمة المتوسطة اللي هي ال V average اللي بتساوي 2 V max مهم على باي 2 V max على باي يعني ايه الكلام ده يعني انت لو عايز تحسب القيمة ال V average او ال A V G ديات بتساوي ايه هات الجهد اللي طلع اللي هو من دولي في المعطيات اللي هو ال 311 اضربهم في اثنين وقسم على باي اللي هي 3 و 14 من 100 او 22 على 7 يطلع 198 فولت وده المطلوب اثبات يبقى انا عند قيمة فعالة وعند قيمة متوسطة ازاي احسبهم في اي دايل الطيار متردد عن طريق القانون ان اي V root من سكوير بتساوي ال V max على جزر اثنين او ان انا اخد ال V max اضربها في 707 من الف يدين ال V root من سكوير طب لو انا عايز ال V average اللي بتساوي ان انا هاخد ال V max اضربه في اثنين وقسم على باي ودي القاعدتين المهمين جدا او الاول حاجة بناخدها بعد ما نشتغل على شكل الموجة عشان نعرف يعني قيمة فعالة ويعني قيمة متوسطة بيقول لي المكونات القهربية في دوائر الطيار المتردد عندنا الدائرة القهربية او المكونات الاساسية اللي هنشتغل عليها هؤلاء في سنة اولى الحمل المادي ايه الحمل المادي بقى الموصلات اللي عندنا كلها سواء كانت لمبة سواء كانت سلاجة سواء كان غسالة سواء كان خلاط كل دي بيسموها احمال بس ما بنيجا نقسم الاحمال يا ولاد عندنا الاحمال في القهربة تلت انواع الاحمال عندنا في القهربة تلت انواع في حملة عندنا يسمى الحمل المادي وحملة تالية يسمى الحمل الحسي وحملة تالية يسمى الحمل السعوي الحمل المادي دي اللي هو ايه اللي احنا بنشوفه في اللمبة بنشوفه في السخان بنسوفه في المكوى بنسوفه في أي حاجة تبع المسخنات الكهربية لكن الأحمال السعوية بتبقى موجودة دايما في حاجة فيها مكسف مع مقاومة أو مكسف بس زي الموبايل اللي معاك زي مثلا الرسيفر زي شاشة التلفزيون كل دي تسمى أحمالا سعوية في أحمال حسية بقى اللي هي فيها حركة زي مطور الغسالة مطور الخلاط مطور المروحة دي تسمى أحمالا حسية فعند مرور الطيار في الموصلات الموصل بتاعنا وهو بيمر فيه طيار بيلاء مقاومة والمقاومة دي لما خدناها في الوحدة الأولانية كانت تتوقف على ثلاث حاجات اللي هو طول السلك ومساحة مقطع السلك ونوع المادة التوصيل بتاع السلك مصنوع من النحاس ولا مصنوع من الألمونيوم ولا مصنوع من السباك والكلام ده والنها كتير قال لي عشان الطيار مر في سلك نتيجة الحاجات التلاتة اللي هو الطول والمساحة ونوع المادة الموصلة أو نوع مادة التصنيع بتاعته بيستهلك أو بيفئ الطاقة كهربية والطاقة دي بتظهر على شكل حرارة أو طاقة حرارية في السلك لو بشحن الموبايل بتاعي بلاقي السلك بيسخن كده لو بشغل التلفزيون بجمسك السلك كده بإيدي ألاقي السلك سخن لو بشحن أي حاجة بلاقي السلك بتاعها سخن كده السخنة دي تعتبر طاقة والطاقة دي جات نتيجة إيه إن أنا عندي فأد في الطاقة الكهربية حصل نتيجة إن فيه إلكترونات عدت في السلك وبيبقى أن السلك ده ليه مساحة مقطع وليه طول معين وليه مادة صنع فبالتالي الطاقة الحرارية دي بتعمل حاجة اسمها مقاومة في حالة الأحمال المادية بقى بتكون شدة الطيار اللي ماشية في الحمل وفرق الجهد بين طرفي متفقين يعني إيه الكلام ده يعني الجهد والطيار في اتفاق وجه واحد في حالة الأحمال المادية يعني إيه الكلام ده يا أولاد يعني أنا ما عنديش زاوية بين الجهد والطيار فبالتالي لما أجد أقول لك المقاومة المادية لما بتتحط في دايرة طيار متردد أو طيار متغير قولي المقاومة هنا هتلعب دور حلوقاوي هتخلي الجهد والطيار في اتفاق وجه واحد يعني الاثنين بدقين مع بعض منتهيين مع بعض الزاوية اللي بينهم زيروا يعني ما عنديش زاوية بين الجهد والطيار ودي أول حاجة عايزكم تاخدوا بالكم منها في حالة وجود مقاومة مادية في دايرة طيار متردد فإن الجهد والطيار بيكونوا في اتفاق وجهي واحد أي أن المنحنة بتاعهم هيمشي في نفس البداية وهيمشي في نفس النهاية في نفس الوقت في نفس الاتجاه تعالوا بقى نشوف الرسومات دي تتوضح لنا الكلام اللي احنا قلناه ده الطيار والجهد همت في اتفاق وجهي واحد ده اسمه المتجة إم تحط الطيار والجهد في اتفاق وجهي واحد يا مستر لو لاثنين بدقين من نقطة واحدة ومنتهيين في نقطة واحدة وشرط يكون الحمل مدي يعني اي حمل المادي بقى يعني مقاومة لمبة سخان مكوة كل دي احمال مادية دفاية كل دي تسمى احمال مادية طيب ده شكل المجهي ان جميع القيم العظمى والقيم الصغرى اللي مر بيها الجهد اللي هو الفي والطيار اللي هو اي ماشيين مع بعض بديين مع بعض ونهيين مع بعض وده شكل المقاومة اللي عندنا هيت وده الجهد اللي جوه المقاومة وده الطيار اللي ماشي في قلب المقاومة وده المنبع بتاعي منبع طيار متغير يبقى هنا على طول بقى عشان ما نعودش ان ايه نتكلم في النقطة دي كتير رقم واحد عايزكم تطلعوا بيها لو انا عندي مقاومة وتحطت في دايرة زي اللي احنا شايفينها قدامنا دي بمنبع طيار متغير اوتوماتيك كده يا ولاد بلاق المقاومة بتعمل ايه بتخلي الجهد بتاع الجهد بتاع الدايرة والطيار اللي في الدايرة في اتفاق وجهي واحد يعني الزاوية اللي بينهم مش موجودة يعني بدقين من نقطة واحدة ومنتهيين في نقطة في وقت واحد في زمن واحد عشان كده رسم المتاجة بتلاقي الجهد والطيار ماشيين مع بعض ما في زاوية بينهم طيب تعالوا بقى ندرس حاجة تانية زاوية الواجهة وقال لي بين الطيار والجهد زي ما قلنا بتسوى صفر الجهد اللي على المقاومة من قانون قوم بيسوى الطيار في المقاومة وديت الحتة دي بتهيلي خدناها كتير اوي اوي احنا شغالين مع المقاومة وقانون قوم الحملة التانية اللي عندي حملة سعوي اللي احنا قلنا عليه بقى اي حاجة فيها مكسف أو مكسف مع مقاومة تسمى حملا سعويا زي الموبايير اللي معاك ده حمل سعوي زي اللاب حمل سعوي الشاشة حمل سعوي الرسيفر حمل سعوي كل دي أحمال سعوية لأنها جواها من جوا مكسفات ومقاومات فدي تسمى أحمالا سعوي الحمل السعوي بقى إيه قال لي يحتوي بشكل أساسي على مكسفات زي ما المستر قال لنا مكسفات كهربية بس قال لك لا ومكسفات بالإضافة إلى مقاومات والمكسف ده بقى مصطلح يكن أول مرة نسمعه في سنة أولى هو أداة لتخزين الشحنات القهربية ويستخدم في الأجهزة القهربية والإلكترونية ما فيش جهاز قهرباء عندنا إلكتروني إلا فيه مقاومات وفيه مكسفات وبالأغلب بقى مكسفات لأن المكسف فينا دوره بيخزن الشحنة ويفرغها في وقت ما أنا عايز ومثال صغير للمكسف لو أنا عندي مثلا الموبايل بتاعي وطبعا الموبايل كلنا بدي مسيكه في إيدينا وشايفينه لو أنا عايز أسور حد والمكان الإضاءة فيه غير كافية بضغط كده على الفلاش أول ما بضغط على الفلاش بروح جاي مطلع وميد كده الواميد ده بيبقى لونه أبيض والواميد ده هو اللي بيخلي الصورة تظهر أكتر في المكان اللي فيه فيه ظلام شوية أو الإضاءة غير كافية اللي خلى الإضاءة طلعت مرة واحدة بالكمية الكبيرة اللي عملت الوهج أو الإضاءة الشدة الإضاءة البيضة دي المكسف اللي موجود معك في المحمول بتاعك أو في الفن بتاعك ليه بقى؟ البطارية اللي عندنا المكسف وظيفته بيخزن ويفرق شحنة فخدم البطارية شوية شحنات وفضله موجودين عنده أنا استدعتها عن طريق لما ضغطت بإيدي على الفلاش أو لمست عملت التوتش بتاع الفلاش فرح جايز ظهر الواميد ده هوت فطلع للنور مرة واحدة وبعد كده المكسف بيشحن ويفرق طول ما انت بتعمل فلاش المكسف في الوقت ده شغال شحن وتفريغ شحن وتفريغ لغاية لما البطارية بتاعتك تفضل أو تخلص وتعمل لها عملية شح يبقى المكسف خلوا بالكو مش بطارية يا ولاد البطارية دي حاجة بتبقى موجودة عندنا كده تستخدم بديل الطيار اللي هو الطيار المستمر لكن المكسف هو وظيفته ايه هنا بيحفظ ويخزن الشحنيات لحين ان انا عايزة او مش عايزة وابسط للمثال للمكسفات اللي موجودة او بتشعر بيها او بتشوفها في حياتك ده هو موجود في حاجات كتير جدا بس انا بديك مثال حي معاك اللي هو الموبايل لما اجا اشتغل على فلاش واصور حد الفلاش اللي بيطلع ده القوة الاضاءة اللي بطلعت ديه مرة واحدة طلعت منين حتة من المكسف اللي موجود في البوردة بتاع الموبايل بتاعك فبوقت ما انت استدعتها بتطلع عن طريق التفريغ وبعد كده بيعمل عملية شح الشحن والتفريغ ده بيتم في وقت معين وفي وقت زمن قياسي حسب ساعة المكسف اللي هنتكلم بعد شوية المكسف ده بتشحن ازاي وبيشتغل ازاي وبنشوفه فين في حياتنا تعالوا كده بقى نشوف الأحمال بتاعتنا او الأحمال السعوية بتعمل ايه قال المكسف زمن مصر قال لنا يتركب من لحين واللحين دول بيكونوا مصنوعين من مادة معدنية بينهما مادة عزلة خلي بالك بالنقطة دي اللحين اللي موجودين عندي فيه لوح هيشيل الموجب ولوح تاني هيشيل السالب اللي هي الشحنات الكهربية وشرط يكون الصناعة بتاعته اي معدن موجود ولازم يكون بينهم مادة عزلة والمادة العزلة هنا بقى ممكن تكون بلاستيك ممكن تكون سراميك ممكن تكون مادة الميكا ممكن تكون ورق ممكن تكون هوا او يا مصطر الكلام ده بيعزل او طبعا بيعزل وخلوا بالكوا المكسف هنا بقى بيسمى باسم المادة العزلة يعني ايه بيسمى باسم المادة العزلة يعني انا لو عندي مكسف حشيت بين اللوح ده واللوح ده حطيت مادة عزلة ورق يبقى مكسفات ورقية حطيت وهوى او سبته كده فراغ ما فيش اي حاجة فيه بيسموها مكسفات هوائية لو انا حطيت سراميك مكسفات سراميكية كل مادة عزلة هتتحط بين اللوحين المكسف بيسمى باسم المادة العزلة بتاعته عشان كده المكسف بقى لما بنيجي نشحنه بيشيل حاجة اسمها شحنات فبيعرف الساعة بتاع المكسف هي النسبة ما بين الشحنة اللي انا شلتها على الواحه المعدنية وفرق الجهد بين كل الوحين بمعنى ان السي لها الساعة بتساوي Q على V وكلمة Q هنا اللي هي الشحنة والV اللي هو الجهد بتاعي يبقى انا لو عايز اقيس الساعة او اقول لك هتل الساعة بتاعت المكسف ده اهو قل لي هقسم Q على V وكلمة Q هنا اللي هي الشحنة القهربية وكلمة V فرق الجهد ومن هنا بطلع باول قاعدة هتق movimento يعني ان ساعة المكسف تقاس بوحدة تسمى الفراض وده حاجة كبيرة جدا او المايكرو فراض او البيكو فراض او النانو فراض وده وحدات صغيرة اوي للساعة الكبيرة الليها الفراض طيب يبقى المكسف بيتركب من لحين بينهم مادة عزلة وده الشكل التجاري اللي انت بتشوفه في المكسفات كل اللي انت شايفه ده كده مكسفات مكسفات كيميائية مكسفات سيراميكية هيت مكسفات ميكا مكسفات ورقية مكسفات هوائية العزن اللي بينها ده مكسف هوائي يعتبر هوات لاني بقدر اتحكم فيه وعندنا المكسفات لما بنيجي نصنفها بنقول فيه مكسفات سبتة القيمة وفيه مكسفات تانية متغيرة القيمة وكل مكسف من دول ليه خطين طلعين منه كده اللي احنا بنقول عليها اطراف التوصيل اللي هو الرجلين اللي انتو شايفينهم دول وفيه واحدة بتبقى طويلة واحدة تانية بتبقى قصيارة ليه بقى عشان القصيارة دايما بتوصل بالسالب والطويلة بتتوصل بالموجة يبقى المكسفات كده لما نيجي نجملها نقول منها سابت ومنها متغير والسبت زي ما قلنا بقى لا البلاستيكية السراميكية الميكا كل دي مكسفات سابتة المكسف المتغير اللي هو المكسف الهوائي اللي نقدر اوسع المسافة بين اللحين وديق المسافة بين اللحين ومن هنا بتيجي حاجة بقى هتقابلنا اللي هي الشكل بتاع المكسف هوات يا ولاد ده اللوح اللي على اليمين هو وده اللوح الشمال اللوح ده هوات بيبقى عليه موجات او شحنات موجبة ده بيبقى عليه شحنات سالبة والشحنات بتنتقل من هنا الهنا عن طريق العزل اللي موجود بيننا والمجال القهرابي اللي بيبقى موجود وده الخطين بتوع الموجب والخط بتاع السالب اللي المقصوب بيهم هنا دول اطراف توصيله في البردة بتاعتنا او الجهاز اللي بنشتغل بيبقى فيه مكسف طيب عشان تحسب ساعة المكسف لازم تعرف ابعاد المكسف ونوع المادة العزلة المستخدمة كما بالمعادلة ايه بقى سي بتساوي ابسون ايه على دي واحدة واحدة كده عشان دي تاني معادلة رياضية هنطلع بيها النهاردة في الحلقة المعادلة الاولينية اللي هي اللي هي القيمة الفعالة والفي افر القيمة المتوسطة اللي احنا اخدناهم في اول حلقته تعالوا بقى نقول لك لو انا قلت لك احسب لي الساعة بتاع المكسف يعني انا عندي مكسف وعايز احسب الساعة هل بعد المكسف وهل المسافة وهل مساحة المقطع او مساحة السطح اللوح والمادة العزلة بتأثر اه طبعا عندنا تلات حاجات مهمين جدا قدامنا عشاشها دلوقتي سي اللي هي الساعة كلمة ابسون اللي عاملة زي حرفي ايه كده دي تعتبر سماحية العزل وسماحية العزل دي بتبقى معرفة يا اما بيدهالي برقم موجود في المعطيات او بيفرضها برقم اللي هو الرقم سابت هنقول عليه كمان شوية بس اللي مني هنا كلمة ايه كابتل وكلمة دي سمول ايه هنا مساحة سطح اللوحين يعني ايه مساحة سطح اللوحين وكلمة دي هنا اللي هي المسافة بين اللوحين يعني هتفرق معايا اطبعا المكسف عندنا لو انت عايز ساعة كبيرة خلي مساحة مقطعه كبيرة يبقى من هنا هطلع بكم منته مهم جدا ان كل ما الساعة تزيد او مساحة السطح بتاع المكسف تزيد مساحة سطح اللوح تزيد كل ما الساعة بتزيد عكسيا بقى الدي اللي هي المسافة بين اللوحين كل ما بتزود المسافة بين اللوحين كل ما الساعة بتقل لكن كل ما بتزود مساحة سطح اللوح كل ما المسافة بتزيد وهنا هندي مثال صغير لو انت عندك مثلا جلون مية بيشيل 5 لتر اللي هو الجلون مية بيشيل 5 لتر وعندك برميل مثلا بيشيل 20 لتر مين يشيل اكتر البرميل كده بديهي فبالتالي كل ما بتزود مساحة سطح البرميل كل ما هيشيل مية كتير هناخد بقى كلمة البرميل هنا ونحطها مكان المكسف كل ما المكسف مساحة اللوح بتاعته كبرت وزادت كل ما الساعة تشيل وتزيد لان هيبقى فيش رحناك كتير قوي ومتراكمة موجب وسالب لكن كل ما بتزود المسافة بين اللوحين كل ما الساعة بتقل يبقى العلاقة هنا علاقة عكسية عشان كده قال لو انت عايز تحسب الساعة اضرب ايبسون اللي هي سماحية العزل في ايه اللي هي مساحة سطح اللوح واقسم على دي المقصود هنا بدي اللي هي المسافة بين اللوحين وهنا شرط مهم جدا عشان الساعة تطلع بالفراد لازم ايه تكون بالمتر المربع ودي تكون بالمتر لان مساحة سطح اي حاجة بتساوه طول فعارض بتساوه طول الضلعف 4 لو كان مربع ايا كان مساحته بتطلع بالمتر المربع لكن المسافة بجا اقولك المسافة بين اللوح دا واللوح دا 10 متر 10 سنتي 10 ملي بس وانا بحل هنا لازم اخلي المسافة بتاعتي بالمتر. طيب يبقى فيه حتى ثلاث حاجات كده فرقوا معي. اللي هي ابسون سماحية المادة العزلة. ايه? اللي هي مساحة مقطع اللوح. اديه المسافة بين اللوحين. وخدنا قاعدة مهمة ان كل ما مساحة مقطع اللوح بتزيد كل ما الساعة بتزيد. كل ما المسافة تقل كل ما الساعة تزيد. يبقى العلاقة بين الدي والس علاقة عكسية لكن ايه و سي علاقة ترضية برضو ابسون لها سماحية المادة العزلة علاقة ترضية برضو دي تزيد دي تقاس ساعة المكسف زي ما قلنا بوحدة تسمى الفراض وفيه أصغر منه شوية المايكرو فراض وفيه نانو فراض وفيه البيكو فراض تعريف المفعلة السعوية ايه بقى المفعلة السعوية بيسموها ببعض الكتب الممنعة السعوية او المفعلة السعوية او المقاومة السعوية يعني يا مستر بتتقاس بالقوم اه طبعا هتتقاس بالقوم وهنعرف دلوقتي بتأسل ازاي بالقوم بيقولي المكسف في دوائر الطيار المتردد بيشحن في نصف دورة يعني بيشحن في نصف موجة ويفرغ في النصف التاني يعني أنا لو عندي موجة موجة بوسالب والموجة دي طالعة فوق والموجة التانية نزلة تحت زي الموجة الجايبية اللي شفناها في أول حلقة قال لي بيشحن في النصف الدورة الأولاني ويفرغ في النصف التاني وبالتالي عملية الشحن والتفريغ بتتكرر بصورة رهيبة جدا حسب عدد الايه الدورات اللي عندك فالشحن والتفريغ ده بيتم في ثواني زي بالظبط كده التفريغ بتاع الايه الفلاش لما كنا بنصور بالكاميرا بعد كده لو انت تكتع الفلاش بتلاقيه في ثواني شحن وعمل عملية التفريغ عشان كده تكرار عمليات الشحن والتفريغ بيسبب حاجة عندنا مهمة اسمها مقاومة للطيار المتردد المقاومة دي احنا بقى بنسميها مفعلة سعوية يبقى المفعلة السعوية هي ايه هي المقاومة اللي بيلاقيها الطيار المتردد نتيجة عملية الشحن والتفريغ كل شوية يشحن ويفرغ فبالتالي هيعمل مقاومة المقاومة هنا تسمى المفعلة السعوية طيب المفعلة السعوية دي هي مش مقاومة خلوا بالكو قال لي عشان كده قال لي يبقى ليست كالمقاومة في حالة الحمل المادي يعني ما زي المقاومة اللي موجودة في الحمل المادي اللي خدناه من شوية لا ده بتعمل يبقى لأنها لا تسبب أي استهلاك للطاقة الممنعة هنا أو المفاعلة هنا ما بتستهلكش طاقة زي المقاومة اللي كانت موجودة في الأحمال المادي لكنها بتسبب حاجة بقى مهمة جدا ونحط تحتها ثبوت كده أو حط تحتها هيدلاين اللي هي ايه بقى بتسبب ايه التأخير لموجة الجهد بين طرفي المكسف عن الطيار يبقى الجهد هنا متأخر عن الطيار بزاوية تسعيد آه سامع ولد شاطر وبنوتة شاطرة بتقول لي يا مستر احنا من شواء لما كنا بنشاعة للحمل المادي كان الجهد والطيار في اتفاق وجه واحد يعني الاثنين كانوا حبايب ماشيين مع بعض لكن هنا حصل ايه بقى المفاعلة السعوية أو نتيجة وجود مكسف في داير الطيار متردد ده كومنتي بقى التاني اللي هناخده النهاردة لو انا عندي مكسف موجود في داير الطيار متردد هيخلي الجهد يتأخر عن الطيار بزاوية تسعين او يخلي الطيار يسبق الجهد بزاوية تسعين يعني هيسبقه بربع دورة يعني الكلام ده يا مستر يعني انا لو حطيت مكسف في الدايرة ووصلتوا الطيار متردد مش هيبقوا الاثنين ماشيين مع بعض زي الموجة الجايبية اللي شفناها بتاعت المقاومة قال لي لا ده هيسبق حاجة ويأخر حاجة هيسبق الطيار ويأخر الجهد عشان كده دي تاني حاجة عايزكم تعرفوها في دوائر الطيار الكهرابي ان انا لو عندي مقاومة اللي اخدناها من شوية بتخلي الجهد والطيار في اتفاق وجه واحد لكن لو انا شدت المقاومة وحطيت مكانها مكسف ووصلتوا بالطيار المتردد بتاعنا ايه اللي هيحصل هنا هيحصل هنا ان الطيار هو اللي هيسبق الجهد بزاوية تسعين درجة او الجهد هو اللي هيتأخر عن الطيار بزاوية وعاد الربع دورة تسعين درجة تعالوا نشوف الايه الحتة دي جات منين واشتغلت ازاي دي الدائرة القهربية بتاعتنا هيت مكسف وده منبع الطيار المتغير وده السويتش اول ما هافل السويتش كده هلاقي شكل الموجات بتاعي اتغير الجهد اهو بدأ من الصف لو الموجة السودة دي يديه مكتب جهد الطيار هنا عمليه بقى سبق الجهد بزاوية كام تسعين درجة يعني ربع دورة يعني هنا هلاحظ ان الطيار بتاع المكسف سبق جهد المكسف بزاوية تسعين درجة وده المخطط بتاع الاتجاهات وده شكل الموجة لما احنا ندرسه كده بجهاز الاسلسكوب اللي عندنا في المعمل او في الورشة عندنا ونجيب مكسف ونحطه بمنبع طيار متغير هتلاقي الموجة بتاعت الطيار بتاعتك سبق الجهد بزاوية تسعين هتلاقي في موجة بدأ من الصفرة هي عادية خالص هي زي اي موجة جايبية بندرسها بس هتلاقي الموجة الزرقة دي اتعملت ايه بقى سبقت الجهد بزاوية تسعين وده اندل دل على ان الممنعة اللي يابي يسموها المفعلة السعوية عملت ايه في الدايلة الكهربية هي ما استهلكتش طاقة ولكن اخرت الجهد بزاوية تسعين درجة طيب المفعلة السعوية اللي احنا هنقول عليها XC بتتوقف على عاملين اساسيين التردد وسعة المكسف والاتنين دول يتناسبوا عكسيا مع المفعلة يعني كل ما التردد يزيد السعة XC تقل وكل ما سعة المكسف تكون كبيرة كل ما المفعلة او الممنعة السعوية تقل ومن هنا هنطلع بقى بالقانون ده هو لو انت عايز تحسب XC اللي يقل المفعلة السعوية او الممنعة السعوية قل لي واحد على اثنين باي FC وF هنا اللي هو التردد فريقونسي وC لها سعة المكسف يبقى انا هنا هنطلع بحتة مهمة جدا ان الطيار المتردد عندنا لو انا وصلت معاه مكسف المكسف بيعمل ايه قال لي والله في حالة وجود مكسف بيخلي الجهد يتأخر عن الطيار بزاوية 90 او الطيار يزبقوا بزاوية 90 وده شفناها بالمتجهات طيب ايه الحاجة التانية برضو يا مستر المهمة هنا في الجزء ده عندنا حاجة اسمها المفعلة السعوية وانا لو عايز احسب المفعلة السعوية فأي دايرة كهربية اقول واحد على اتنين باي FC كلمة F التردد اللي اشتغلناها في اول حلقة وC اللي هي سعة المكسف اللي هو عبارة عن Q على V طيب الحتة دي تفرق معاه في ايه يا مستر تفرق ان المفعلة السعوية بتتوقف على كمتين مهمين جدا سعة المكسف وتردد اللي بشتغل عليه المكسف كل ما سعة المكسف زادت كل ما المفعلة L وكل ما التردد يزيد كل ما المفعلة L يبقى الاتنين دول تناسب عكسي يبقى العاملين اللي بيفرقوا معايا وانا بحسب مفعلة سعوية لازم يكون التردد موجود عندي F ولازم يكون عندي سعة المكسف والاتنين دول للأسف بقى بيتناسبوا تناسبا ايه عكسيا ودي حاجة حلوة قوي عشان المفعلة L مش تزيد تمام يبقى كل ما بزود سعة المكسف وكل ما بزود التردد الXC بتقل اللي احنا بقول عليها المفعلة السعوية اللي هي المقاومة اللي جات نتيجة شحن وتفريغ المكسف فترات طويلة وبناء على ان الطيار المتردد عدى على المكسف خلى الجهد اخر عن الطيار بزاوية 90 درج طب تعالوا بقى نتعرض او نشوف حاجة تانية هنا قال يمر الطيار المتردد في المكسفات بينما لا يمر الطيار المستمر في المكسفات اجابة صحيحة الطيار المتردد بيمشي في المكسف لكن ما يمشيش في الطيار المستمر لا يمر الطيار بين لوحي المكسف لوجود مادة عزلة بينهما وانما يمر الطيار من احد لوحي المكسف الى اللوحة الاخر المتصل بالدائرة الخارجية فقط افهم بقى الكلام وركز معايا بيقول لي المكسفات مش هيمرر طيار طول ما انا شغال على الطيار المستمر لكن وبرضو مش همرر طيار بين اللوح دا للوح دا وفي مادة عزلة امال بتشتغل ايه عام مش احنا قلنا عبارة عن اللوحين بينهم مادة عزلة امال هنسيب المادة العزلة دي مش موجودة قال لي لأ انا همر رآك طيار من احد لوحي المكسف سواء كان اللوح اللي على يمين الموجب او اللوح اللي على الشبال السالب الى اللوح الاخر هروح له عن طريق ايه بقى انا كده كده موصل المكسف ببرده اللي هي الدايرة الخارجية يبقى لازم احط دايرة خارجية عشان الطيار يتنقل من لوح للوح الاخر لان في مادة عزلة فمش هينفع الطيار يعدي اليام التاني او الكبر دا يقطعه ويعديه مش هيمشي على رجليه وفي مادة عزلة عشان الطيار يتحرك بارتياحية ويمشي من اللوح دا للوح دا لازم تكون في دايرة خارجية من بره خالص اللي هو الرجلين دول بيتصلوا ببرده عن طريق اللحام يبقى انا كده وصلت الطيار المتردد او آسف وصلت الطيار من لوح للوح التاني دا كومنتات مهمة جدا بيقول لي هنا ايه احسب المفعلة السعوية لمكسف ساعة ربعمية وسبعين مايكرو فراد عندما يوصل جهد متردد تردده خمسين هيرتز ايه دا يعني يا مستر مديني ساعة المكسف بربعمية وسبعين مايكرو فراد ومديني التردد بتاعي خمسين زبزبة طب ما انت لسه إلينا من شوية ان الاكس سي اللي هي المفعلة السعوية بتساعة واحد على اتنين باي اف سي طيب ما هو مديني التردد بخمسين يبقى هو الواحد على اتنين باي في خمسين في ربعمية وسبعين بس هنا هقف سنة صغيرة دي مايكرو فراد دي وحدة اصغر شوية من الفراد عشان المفعلة السعوية هي مقاومة هتطلع بالقوم فما ينفعش احط دي مايكرو فراد اما لا احطها ايه يا مستر احطها بالفراد فهعمل ايه همسك المايكرو فراد لربعمية وسبعين دول اضربهم في عشرة قس سالب ستة لان انا عند المايكرو فراد لما ينضرب في عشرة قس سالب ستة يطلع الناتج فراد وهو ده المطلوب إثبات ويبقى انت هتعمل ايه هتكتب القانون تقول لي اكس سي بتساوي واحد على اتنين باي اف سي هقول اذا واحد على اتنين باي زي ما هي هشيل كلمة اف وحط مكانها خمسين هرتز هشيل كلمة سي اللي هي ساعة المكسف وحط مكانها ربعمية وسبعين بس ما قفش عندي هنا اقول ربعمية وسبعين فعشرة قس سالب ستة عشان احولها من مايكرو فراد لفراد هنا الراجل حلهنا ازاي قال لي ساعة المكسف ربعمية وسبعين مايكرو فراد والتردد بخمسين هرتز عندي علاقة بتقول لي ايه زي ما قلنا اكس سي بتساوي واحد على اتنين باي اف سي يبقى واحد على اتنين باي شلنا التردد وحطنا خمسين شلنا السي وحطنا الربعمية وسبعين وزي ما قلتلكم من شوية ان المايكرو فراد لازم اضربه في عشرة او سالب ستة عشان احوله الفراد لاني لازم المسألة تطلع بالقوم لانها ممنعة زي المقاومة بالزبط فستة وسبع وسبعين من مية قوم وده المطلوب اثباته لو طلب مني ساعة المكسف عايزكوا تركزوا شوية في المسألة دي لان اللعب كله بيقول للسعب مثلا ربعمية وسبعين مايكرو فراد نانو فراد بيكو فراد لو جاتلك بيكو فراد اضربها في عشرة او سالب اتناشر لو جاتلك نانو فراد اضربها في عشرة او سالب تسعة جاتلك مايكرو فراد زي المسألة اللي قدامنا اضربها في عشرة او سالب ستة عشان تحولها من مايكرو فراد لفراد هتنقل لجزء مهم جدا اللي هي توصيل المكسفات على التوالي عندنا زي ما درسنا في المقاومات بنجيب مجموعة مقاومات كده نوصلها مع بعض يا إما توالي يا إما توازي هنيجي بقى النهاردة نتكلم على المكسفات لما وصلها على التوالي وكلمة التوالي دي قابلتنا قبل كده في درس أو في حلقة سابقة اللي هي توصيل المقاومات إن أنا أخوه ببداية بنهاية وبداية بنهاية زي الشكل اللي قدامنا ده ده مكسف هوات وده الرمز بتاعه اسمه C1 وده المكسف C2 وده المكسف C3 وده منبع الجهد بتاعنا الجهد هنا هيخش هيجزق تلات أجزاء لأننا عندي تلات مكسفات فكل مكسف من دول هياخد شوية جهد ينسبه ومن هنا بنطلع وبفكركم إن في حالة التوصيل على التوالي الجهد يتجزق هنا بقى الشحنة هتبقى شحنة سابقة يعني Q1 هتساوي Q2 هتساوي Q3 وديت في التوالي فقط وهنا بقى بيقول لي إيه الراجل ده شكل المكسفين أهمت ده مكسف أهو وده مكسف ده اللوحين أهمت ده اللوح الأولاني موجب وده اللوح التالي السالب وده اللوح الأولاني موجب وده اللوح السالب بوصل الموجب بالسالب والسالب بالموجب وده الفردتين اللي تدخلين على الطيار بتاعي أو اللي أنا هشحن به المكسف بتاعي بيقول لي لو التوصيل توالي يبقى Q هتساوي Q1 زي Q2 بتساوي Q3 يعني الشحنة هنا سابقة يعني إيه سابتة يا مستر؟ يعني الشحنة الكلية بتسوي الشحنة على المكسف الأولاني بتسوي الشحنة على المكسف الثاني بتسوي الشحنة على المكسف الثالث طيح إحنا خدنا قاعدة في أول ما تكلمنا في المكسفات قلت لك إن أي جهد في الدنيا بيسوي Q على C1 والجهد اللي التاني على المكسف الثاني بيسوي Q على C2 والجهد الثالث أو الجهد على المكسف الثالث بيسوي شحنته على C3 هتلاقي هنا الشحنة هنا هي الشحنة هنا هي الشحنة هنا فهاخدها عامل مشترك فهيقول لي ايه بقى لو انت عايز تحسب الجهد الكلي قول لي V1 زائد V2 زائد V3 ويطلع الناتج Q على C1 يعني ايه الكلام ده يا جدعان او ياولادنا بيقول لي هنا الجهد بتاعي لو احنا خدناه في قاعدة بقول لي ايه اي جهد في الدنيا بيسوي الشحنة على الساعة والجهد بتاعي المكسف التاني اللي بيسوي برضه الشحنة على الساعة وهنا برضه بيسوي ايه الجهد بتاعي بيسوي الشحنة على الساعة ومن هنا هنطلع بقاعدة مهمة جدا لو عايز تحسب الساعة في المكسف في حالة التوالي وال1 على C total بتساوي 1 على C1 زائد 1 على C2 زائد 1 على C3 النهاردة كده مشينا في خطوات مهمة جدا في وحدتنا بتاع الدوار المتكاملة او دوار الكهربية والالكترونية ديت اشتغلنا على مخرج مهم جدا اللي هو تنفيذ الدوار الكهربية اشتغلنا على المقاومات في الحلقة اللي فاتت جينا في الحلقات اشتغلنا على المكسفات وعرفنا ان المكسف ده عبارة عن لوحين من المعدن بينهم مادة عزلة ولو انا عايز ازود الساعة اعمل ايه قال لنا عندي 3 حاجات بيفرقوا معايا جدا في الساعة اللي هي مساحة سطح اللوح وتتناسب تناسبا ترضيا مع الساعة سماحية العزل بتاعي اللي بوجود في المكسفات بتتناسب تناسبا ترضيا مع الساعة الوحيب بقى اللي خلف خلاف كده عمنا المسافة كل ما المسافة بتزيد كل ما الساعة بتقل كل ما المسافة تقل كل ما الساعة تزيد يبقى العلاقة هنا علاقة عكسية عشان كده لو احنا عايزين نحس بالساعة هقول سي بتساوي ابسون ايه على دي وابعارف ان ايه مساحة سطح اللوح ودي المسافة بين الوحيب اشتغلنا برضو النهاردة في حاجة مهمة جدا اللي هو توليد الطيار المتردد وعرفنا بيشتغل ازاي وبيجي منين الطيار والطيار ده هو بيعمل المجهز ازاي وخدنا القيمة الفعالة ويحسب القيمة المتوسطة والقوانين دي كانت مهمة جدا عشان تنشط زي ما قلنا زاكرتنا ويتخلي المخ يشتغل على طول رياضية عرفنا ان الطيار المتردد هو طيار متغير القيمة والاتجاه هو طيار مش ثابت القيمة لزي الطيار المستمر الطيار المتردد بيفرع عن الطيار المستمر بوجود تردد والتردد ده لما اشتغلنا عليه عرفنا ان هو عدد الزفزبات او عدد الموجات او عدد الترددات في الثانية الواحدة. وقلنا عندنا قاعدة اساسية في مصر هنا ان هو بخمسين زبزب على الثانية. كده تكون انتهت حلقاتنا. آآ كنت سعيد جدا يا كنت معكم. آآ عايزكم بقى تركزوا في المسائل قوي وتركزوا في المكسفات وتشتغلوا كده على اليوتيوب وتشوفوا الافلام بتاعت المكسف بيشحن ازاي ويتفرغ ازاي وازاي اطلع بالموجة اللي بتخلي الجهد يسبق الطيار. لا يا مستر ده الجهد هو اللي هيتأخر عن الطيار بزاوة تسعين. عايزكم تكتهدوا في المادة دي قوي. وتاخدوها كمادة شغل مش مادة ان انا ننجح فيها واسقب بس. لا انا عايزكم تكتزوها وتكتزوها بجدارة كده وتبقوا مميزين فيها. لانها مادة بتأسسنا كهربيا. بتطلعنا سنة تانية وتالتة. واحنا وقفين على عرض صلبة. ان شاء الله موفقين. اترككم في حفظ الله وامنة. والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لي.